اشتركوا في القناة ايوة كيف شو رأيك منيحة حلوي عن جد حلوي بدي جرب هاي كمان افضل استاذ يسلم الله يسلمك عزيزي خانوش كيف لا بقلي الطائم عجبك الطائم استاذ ما بعرف عم باخد رأي المدام ماريام شو رأيك بهاك ما بدي ياكي تاخدي عني فكرة غلط بعد اللي صار بعرسي لاني انا المرة اللي وقفت بوشي جوازتكم بدي اسألك مجيد هو اللي يخبرك انه انا ميرال كاراكوجاك مو مهم بالنسبة الي اذا كنتي ميرال كاراكوجاك ولا لا المهم بالنسبة الي اني دايق عيلة اسلام باش انتي بنت منيحة كتير وما حبيتك تتجوزي واحد من العيلة وتصيري منهم لا تقلي اصلا انا وعمر مو مبسوطين مع بعض بس بصراحة الحق مو عليه هو خلاني افرح وارتاح لدرجة ما توقعته بحياتي بس انا غلطت كتير وهذا الشي خلي فرحتي كلها تنتزع يعني الغلط كان منك؟ ايه انا بنت تبنتني عيلة تاني خلص هي قصة طويلة بس اللي بدي اقوله انه انا كنت بفكرة حالي ميرال كاراكوجاكي اللي عائلتا اتلت وفكرتي انه جده سفر هو اللي اتلون وحاولت تنتقمي من عمار ايه وتصرفت تصرفات غبية بس هلا كلها الشي ما لو اهمي لانه اجت واحدة من دار الايتامي اللي كنت فيها واسبتتلي انه انا ماني ميرال كاراكوجاكي بس انا كان كل همي بالسنين الماضية اني انتقم لعائلتي معك حق يا بنتي الماضي بيضلي لاحق الواحد ويعزبه وانتي بنت حلوة كتير حاج تعز بحالك عم تحكي صحا خلص انا قررت سافر على اسطنبول وما عد رح دور على امي كمان رح يش حياتي متل ما هي وخلص هذا احسن شي بتساوي حملي حالك وروحي بدي روح بس هلا فيه شغلة مهمة كتير لازم انساها عمر وهذا هو اصعب شي علي عن جد بتمنى يطلع كل شي كسبو كون ميرال كاراكوجاك لحتى يكون عندي مبرع لكل التصرفات اللي عملتها زعلتيني عليك بقى انتك محتارة كتير احسن شي تتركي هالعائلة المنحوسة وتروحي بسرعة من هون ولا تفكري ترجعي ابدا انت كيف تتجرب تجي لهون انا جاهلة حتى اشتري غراض ما دخلك بالنتيجة انا انسان حر مظبوط انت واحد كلب حر كاني حاسس انك عم تهيني كمان احساسك مظبوط خلص مصطفى تركو خلينا روح اذا بدك انداهل الشرطة بس ما رح تستفيد لانه ما عندك ولا دليل واحد ضدي وما رح تقدر تعملي شي قدام كل هالناس مصطفى اسلام باش مو حلوي يغلط قدام الناس مصطفى خلاص شرطة جيبوا لي الشرطة رح اشتك عليك شرطة بشان هيك احباقي الطلبة بدي منكن تجمعوا بين البناء وجمال العمارة مرة تانية هذا الشي بيعنينا كتير خلونا نتعاون لنحمي وندافع عن المدن التاريخية اللي عم تتخرب من قبل بعض الناس ومن قبل جهات معينة شكرا كتيرا شكرا كتير شكرا كتيرا شكرا كتيرا شكرا كتيرا شكرا كتيرا مرحبا حضرة العميد حضرة الوكيل جملاء الأعزاء وطلاب الأعزاء نحن اليوم سيادة الضابط أنا مونا ويكبر القصة بنوب بعرف إنه مصطفى بيك مداي ومعصب من ورا اللي صار مع مرته ومعه حق مصطفى بيك بترجعك مصطفى بيك ناشي ها شايف؟ هو يأحراب فش خلقه فيني بس مثل ما قلت أنا ما بدي كبر المشكلة بشرط إنه يوافق يعتذر مني هلا قدام الكل وراح نسكر هالموضوع وننساه بسمعتم مصطفى بيك؟ إذا اعتذرت منه هلا بنخلص من المشكلة كلها بس إذا اشتكى عليك رح قطر أخذ الكل على المغفر وساعتها رح تفلت كل الأمور من أيدي وما رح قدر فيدك بشي وهذا الشي رح يضرك كتير يا مصطفى بيك ولا تنسى الصحافة اللي عم تستنى عنكم خبر صغير هم؟ يعني إذا اعتذرت بتنتهي المشكلة؟ طبعا هي رح تنتهي طبعا يعني الشغلة كلها مو محرزة بوكس صغير وإذا اعتذر قدام الكل هلا خلص رح تنتهي كل المشكلة أنا بعتذر لعفو بالنق خلص 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 يا الضابط خلص ما رح اشتكى عليه أنا بعتذر بس انتو شفتوه ما هيك هو شخص عصبي وأي شي بيوتره يعني ما رح تشتكى عليه شو دخلني أنا يا أخي زانت ومرتك مفضحتو أنا شو علاقتي بالموضوع شو هو الموضوع اللي رح نحكي فيه تفضلي عمر أنا هاي أنا عفوا على الإزعاج يا بيك بس هضطرت إجا للست شيرين وحضرتك لازم توقعي هون مشان تستلمي الموظف أصر مشان هيك نجبر تفوت شكرا أنا آسفة تفضلي خديف تحي موسيقى 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 من الأولاد المفقودين ميرال كراكوشاك عمره سنتين بنت شعره طويل كمان في على بطن علامة واحمي صغيرة لون أحمل عمر أنا ميرال موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بعد الحادث لم يتم العثور على الاطفال مزبوط لانه جسة ميرال واخوها كمال ما ادروا يلاقوهم بوقتها وانا بعد الحادث باربع شهور فوتوني على ملجأ رعاية الاطفال مينما كان يلي بعض هذول الغراض اكيد هو الوحيد يلي بيعرف شو صار معهم بهذاك الوقت مزبوط اكيد اللي بعطلك ياهون بيعرف انك بالفترة بحاجة لقلهم كتير يعني بيعرفك من يحشرين بس ماني عرفان ليش اختار هذا اليوم بالذات عمار اليوم بيكون عيد ميلادي يعني عيد ميلاد ميرال واللي بعط لي اياهم بهذا الوقت ما بعطهم لاني بحاجتهم بعطهم لاني بكون ميرال كاركو جاك صحيح اذا كانوا هذول ممزورين يعني انتي بتكوني ميرال كاركو جاك بس اللي انا مستغربه انه دينا وقت عملت البحث عنك ما قدرت لايشي ما عم بقدرفها رح اتصل بدينا انا عم دقلا مجيد يا مجيد لك شو صاير بواجهتك لا تتمسخر في يدامك رجل اعمال محترم كلك على بعضك شايف تشغيل صغير مو اكتر ايه ماشي يا مجيد شو علي بكرا برجي كيف رح اصل لهدفي لو ما كان داود اغا شو كنت رح تعمل اه هذا الشغل ما بيشبه تسوير نسوان لك شو عم تساوي انت على فكرة انت لسانك طولان كتير وصاير بالدقص فهمان هيك نزعت الكنباي بنناقص بكرا منجيب غيرها بس المهم ما تلعب بعداد عمرك شا ما عدمك حياتك ها شوف امت علي اول شي خلينا نخلص من عيلة اصلا باش شو رأيك فيني معلي معيك مجيد يا الله انا اجيت لهون اكتر من مرة وهاد الملف فتشته منيح صفحة صفحة اخدت صور كمان عن كل شي بخص ميرال بس كيف ما انتبهت ع هادا الشي ما بعرف هالملفات مرقمة ستة وعشرين خمسة وعشرين اربعة وعشرين اثنين وعشرين تلاتة وعشرين مانا هون ليك معي اكيد ما كانت موجودة وات اجتي ودورتي لهك ما لقيت شي تواقيع والتواريخ والاختام كل شي متوافق معهم هاي الوسيئة اكيد مأخودة من هون يعني اكيد انا ميرال كاركوجاك مصبوط هيك الظاهر انا بكون بنته العثماني اللي قتله جدك الحاش سفر شوفي شيرين انتي ممكن تكوني ميرال كاركوجاك بس جدي انا مانواتل عم تطاول كتير زمي حدودك بس يا استاذ انا مستغربة كتير من الشي اللي عمله الاستاذ رامس انا طلبتنكم تتساءلوا وتتناقشوا وتفكروا بالشي اللي عم نقال لكم بس اذا هالشي كان سبب انكم تشقوا الكتب وتتركوا القاعات هذا يعني انه انا لازم اتروح انا عملت هديك الحركة بس لحتى ما تتركنا وتروح على غير جامعة صدقني استاذ بس ما لازم كنتي تعملي هيك يا لويز القواعد الاجتماعية بتنحط لتفيد الكل وقد ما كان لازم نتقياد فيها انا اللي عملته يلا بلاها بدك شي بخاطرك اللي عملتي هديك اليوم حركة كتير جريئة منك شكرا كتير الآغة السفر هو اللي طلب ياخد اراضي عسمان كاركوجاك وابي ما كان بدو يبيعه ياهون بس لما انقتل ما ضل بالعيلة غير عمية اللي ما بفهم بالاراضي ابدا منصور وهو بوقتي اللي اضطر يبيع كل الاراضي لجدك طيب انتي وياها دقاته بسجلات القيد بالطابو جدي اشترى هديك الاراضي باضعاف اضعاف سعره لو كانت الشغلة متل ما عم تقولي ما كان اخدها بسعره رخيص في جريدة محلية كتبت منشان هاي الحادثة اللي صارت انه الحاج السفر ممكن يكون عمل هالشي منشان يحصل على الاراضي حتى ضلت الجريدة مهتمة بهالموضوع بس بعدها بفترة وقفت عن الصدور وصاحب الجريدة ورئيس التحرير والكاتب ما عاد اي حدا شافون شو قصدقون يعني جدي كمان هو اللي ساو هالشي؟ كل اهالي المنطقة بيعرفوا منيح انو هالحادثة مونة تجد اخناقاء او سرقاء او مشكلة صارت والحاج السفر هو اللي عمل هالشي بس ما حدا منهم بقدر يحكي والسبب معروف ما بدون يصير فيهم مثل الصحفي فيك تقلي هلأ وين اراضي؟ تهديد وجريمة وابتزاز موهيك لا اكيد انتو جنتو شوفها يا صورة اهدو هذا اللي قتل عيلتي ان قتل بالسجن ومرته اولاده كمان اختفوا معه القاتل وعيلة القاتل والصحفي وكل من بده يحكي بهذا الموضوع عمين في ايد ولساتك حاسس انه مو معقول بس انتي ما فيك تعرفي جدي من هلكم ورقة انا ما بسمحلك تحكي عنه هيك ابدا جدي مستحيل يكون قاتل او يشارك حدا بهيك عمال وصخة استنى شيرين شو رأيك بهدول ملاحظات جدك الآغة سفر شوف كاتب هون انه استخدم شخصين باعماله الوصخة وبخط ايده كمان تفضل شوف يلا منين جبتي هذا الدفتر لك انتي سارق مذكرات وعملي عليه النسخة ها انتي اتماديتي كتير كيف تسمحي لو حالك تعملي كلها الشي شيرين خلاص لاندونه بس يا الله شو بحبة لها مريم خانوم لانا الوحيدة اللي كانت تجي لهون وتسأل علينا اه معك حق مظبوط حكك والله هلا الساحة فضيت لحنان خانوم ورح تتحكم بالكل ايه والله ومو بس هي كمان ما حج تخلي مريم تجي لهون عن شد حالتها بتقطع القل اهم شي نعمله هلا انه كلياتنا نهتم بمريم ونقل له نحن قديش منحبه مش هانتحس انه كلياتنا هون رح نوقف معه ايه خلونا نعمل لبرك بجبنة ممكن نعم نحكي عن مريم خانوم شو جاب على بالك سرت البرك هلا مريم خانوم بتحبه كثير للبرك بجبنة يلا تعونا نعمله بسرعة تخيل الله كل عام وانت بخير بصحتي وانت بخير دينا عاجت بدي اشكرك على كل شي وانا كمان لازم اعرف مين بعت هاي العلبة واشكره كتير لانه بسببه عرفنا انك ميرال كاركوجاك وكمان خلصت من العذاب الكبير اللي ملاحقني هاد الشخص ممكن يكون هو نفسه يلي سلمني لملجأ رعاية الاطفال ايه ممكن وبجوز يكون واحد غيره لاش حدا بيعرف كيف وصلتي على الملجأ دينا بتعرفي شغليه؟ اذا انا عايشي ممكن يكون اخي كمان عايش لهلا لأ مابزن انت ما قدرت تحكي شي لانك انت كثير صغيرة بوقتها بس اخوك اكبر منك بخمسة سنين ولو كان عايش كان ممكن يحكي كل شي انا اسفة كتير بس هاي الحقيقة لا تتأملي لوين؟ بدي يروح لي صار اليوم منيح لانه على القليلة عرفت اني ما كنت عم اتوهم بدي يروح هالمزرع ونام براحتي هاي الليلة لاني عرفت انه انا ميرال كاركوجة عمر هذا الشي ما بيبرر انك تسامح شيرين على الشي اللي عملته معك بالمداية انا كتير اتداقت منها بس بعدين قدرت سامحه لانه هي حرقت ماضية مع المستودعات كمان ولما تزوجتك كانت شيرين دوره حرقت كل شي بشي بس لحتى هي يبضل معك بس لا تنسى انه خصبية شركة ملايين دولارات هيا انا ومريم شوفوا شو عملنا نسينا كل شي مشان حبنا شو عمر نسيت؟ لازم تعرف منيح ان الحب كتير غالي اذا انت كمان بتحب شيرين لازم تعمل متلى بالظبط انا بعرف ومتأكد انك بتحبه ومو حابب تدركه مصبوط عمر؟ مصبوط عمر؟ مصبوط عمر مصبوط عمر جيكو طب ايا شيرين تتعامل معنا بها الطريقة بما انه جدنا قتل لأهلا ملاك شو هالحكي اللي عم تقوله؟ كذب كل اللي عم ينقال هذول شماء عم يفتروا على جدنا لانه بس اخد عراضي كاركو جاك عمر شيرين دخلت على هاد البيت مش هم تنتقم وانو هلة انه دماني هاد الحكي ما بيغير ايشي ياريت لو بقدر لاقي شي حلها لمصيبة خلينا ننتظر شوي لتهدى شغلية مريم وخلي شيرين تروع على شغلة وانتي بتروع على الشركة وبس تبعد الصحافة شوي عنا وتتركنا بحالنا تنفصلوا اتنيناتكم بهدوء بعدين هذا الوضع السيء اكيد رح ينته وكلنا بنرجع لحياتنا عمر فكر بكلامي ورح تشوف انه هذا هو الصح هذا الحك اللي عم يقوله خليل انا كتير عم بتدايق منه وحسب ما فهمت انه شيرين نتمانع الشي اللي يزاوته هي صحيح غلطت وقت خبت عمناك بس هذا مو معاناته انه نتعامل معه بنفس الطريقة وانصالح الغلط بغلط اكبر منه انا برأي انه لازم تعطيه فرصة تاني لانك بتحبه عمر اذا بتعمل يعمل لك عليه صدقني رح ترتاحه كتير اخي علي شو بتي ساوي رحضة عاكلين بالنهاية اعمال يلي بيناسبك تصبح لخير تصبح يا لخير انت من اهله مرحبا اوه اهلين مرال خانو ان شاء الله مبسوطة انك عم تتفتلي بالبيت على راحتك قبل كل شي انا موجودة هون كشيرين اصلا باش وهد البيت باتي ما في فرق بين شيرين او مرال بدك تضلي بهديك الغرفة لحالك موسيقى 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 المترجم للقناة 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 لأنك طلعت أكبر حرامي سيارات في المنطقة بله جد لا تعبي حالك أكتر بهاي الجمعية خلص حنان نسحبي من الانتخابات أنا أنسحي؟ ليش؟ بكرا رح تنسحي بالمرشحة التالية بله، قبل الانتخابات بيومين؟ مرحبا أهلين مرحبا، شو أخباركم؟ أهلين عفوا شيرين خانوم حكينا أنا وياكي من فترة مش عن المساحات المزروعة تذكرتي؟ بلا مضبوط لدي عالبيت البلاستيكي ومنحكي هناك اي طيب شو؟ مشان تسوي وظائف الجغرافيا بدك تروحي عالبيت البلاستيكي؟ لا، هاي مالا وظيفة ومدخلة بالجغرافيا أصلا أنتو هاد الشي بتدرسو بتاريخ الحضارات وعفكرة كل الحضارات عرفت ثقافة الزراعة وكلهم حكوا عن أهميتها الكبيرة بحياتهم يعني هاي الموضع التاريخية المملة لا هادا مالو تاريخ أنا بالمدرسة حاب باقترح هاد الموضوع لنتناقش فيه برافو عليكي شطورة، يلا بخاطركم شولي لخانوم الظاهر أني قررت تصيري مهندسة زراعية بس من قبل كنتي حابة تكوني مهندسة معمارية مثل عمك خليل ولا أنا غلطانة؟ لساتني عم فكر أصلا لو بتمشي بطريق الطانت شاريم بيكون أحسن بتصيري انتو إياها نفس المهنة لأنه في عنكم قواسم مشتركة كتيرة مثل شو؟ أه ما رح أحكي بكرا بتعرفي لحالك أنت زكية كتير وبطلطية عالطاير مسال خير؟ مسال نور مرحبا بكم مسال نور مرحبا بكم أهلين وين مريم بالقرفة؟ مرحبا صبايا أهلين عمو كيفك خليل؟ ما أشيلها الحمد الله تعود ما أنت شو أخبارك؟ الحمد الله منيح حبيبي حياتي بس لو بتعرفي قديش أنا بشتالك شو ما قلتي لي شو شتغلت اليوم؟ ما عملت شي بنوب كنت عم بستناط لحد أتشي أنت منيحة؟ ما بعرف مدري شو عم بصير معي من الصبح وأنا قاعدة بالفرش وما عم بقدر قوم طيب كنت قليلي ما قلت جيب دكتوري شوفي؟ لا ما في داعي أنت بس خليك جنبي أنا ما بدي أكتر من هيك يلا حبيبيتي بكرة وتصحية وليش يعني بكرة؟ من هلأ أنا كتير صرت منيحة طبيعي لأني صرت جنبك صدقيني لو عرفان هيك كانت يجي تبكير كتير تعرف كنت كتير خايفة ما يعجبك الكباب مع العرق هو صحيح أنا ماني كتير صحبة مع المشروب بس رفقت سيد عمر خلتني يتعلم كل هالعادات وصرت بعرفون أكتر من نوب الظاهر أنت حابي المشروب وما فيك تتخلي عنه بنوب آه لا بس دير بالك منيحة أنا وقت البدي بتخلي عن أي شيء هيك لك أنا أنا ما بدي ما يسلم وأنا كمان خلينا نشرب نخب شغلك بالشركة أه أه معين لازم تنتبهي منيح وأنت عم تشرب عرق خاصة إذا أنت له راح تروح وتسوق السيارة وتوضني على البيت طيب اذا بيقبلوني بمجلس العائلة المحكمة ممكن تحطني وصفي وقتا منقدر نضغط على عمتك يعني انا وانت وعمتي مو هيك؟ بها الحالي رح ندير اسهم جدي مع بعض شو المسخرة؟ من وين هيفجأة طلعت لنا؟ من كم سنة صلّموا شايفتو؟ وعم الطالب بالأملاك؟ ورفعت دعوة علينا كمان؟ والله يا شباب انا متأكد انه بعرف جدي اكتر منه هي ما بدا لأملاك جدّك ولا شيء بدا تنتقم بدا تنتقم منه ومن جدّك اشتركوا في القناة ماشي بشار انت متأكد هو هونيك؟ طيب جعين بشار شاف عزيز وقال مرح خليل غيب عن عينه لحظة واخيرا رحوصا له خير لوين رايحين انت؟ عند هاد الواطي شونا وين تيبونا مصيبة تانية قدو خليل لازم نروح نحكي معه انت لحالك بتحكي معه لانه أنا بدي موته عمر سامع وشو عم يحكي؟ انا عم ساوي كل هالشي مشان هالمجنون ما يقتلو يبلينا فيه خلص طمّن انت لا تاكل هم منه خليل شبك ما بتسق فيني؟ هلا انت بدك تفهمني انك بتقدر تسيطر على حالل؟ خلص عم بلك طمّن عمر انا رأيي كمال متل رأيي خليل خلص لا تروحوا لعندهم ونا اصلا مشاكل اكتر يعني انا اتأخرت بخاطركن يا اخي هو بيهي الحارة انا حاطط اتنين من رجالنا عند مدخل الشارع ما حدا شافه ولا هلأ ما اقرب له طيب والله الدنيا لسا فيها خير والله يا اخي انت مثل الملاك الرحمة انت بتعرف شو؟ هلأ لسا دعت بوجود الملايكة طيب انت بتعرف ليش أنا جيت لهون؟ لا ليش يا ابن جيش؟ لأنه يلي رايح الغابي لازم يعرف يا صد عزيز لك اهلين هاي الاسباع جيت لتسيط بس المشكلة انه أنا لحمة مر وما بيداك خلي سلاحك بمكانه طيب ماشي متل ما بيداك الناس الوادن بتفاهموا بالحكي بس نحنا جايين لنخلص عليك مولا نحكي معك يا فهيم ورجيني هلأ شطرتك يا واط كيف دك تهرب منه؟ اثنين على واحد؟ بس هذا معدل أبداً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة